الحملة الانتخابية استفتاء 25 جوليه 2022 ذي في اليوم في المتنال دكتور أمين كشو ناشت سياسي ومساند لمسار 25 جوليه سباح الخير سي أمين سباح النور مرحبا وشكرا على الاستيضافة شكرا على قبولك الدعوة خمسة يوم تفصلنا على تاريخ الاستفتاء هذي الأمتار الأخيرة ونشوفه في مساندي نعم مع مساندي لا مع الناس اللي داعين للمقاطعة أنتوما اليوم طبعا نشوفه في أنصار الرئيس قيس سعيد ونشوفه في مساندي المسار هذي اللي هما ينشتوا ميدانيا وحتى على شبك التواصل الاجتماعي لتحثوا الناس للذهاب إلى مركز الاقتراع والإجابة بنعم هذا وأنا في تقديري فيما يخص الحملة بتاع الاستفتاء على الدستور أول سؤال لازم نجاوب عليه هو هل نحن في حاجة إلى دستور جديد اليوم في تونس أم لا لأنه إذا كان الإجابة كانت بلا كما يعبروا عليه يتمسكوا به القواء اللي كانت حاكمة طيلة مسار الانتقال الديمقراطي يعني عبروا على تمسكهم بدستور 2014 القواء اللي كانت تحكم وإلا حلفائها إذا كانت ثم رفض مبدئي لفكرة دستور جديد مهما كان مضمون الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء اليوم سيكون ثمام لحظات واعتراض وتحفظات كبرى إلى غير ذلك وبالتالي النقاش منهجيا يجب أن يتواجه هل أنه نحن اليوم في حاجة إلى دستور جديد أم لا وأنا في تقديري الإجابة هي نعم تونس في حاجة إلى دستور جديد وكيفاش نجم ونعرف الإجابة هذه أو نتأكد منها يكفي أنه نحكيه مع التوانسة ونسأله التوانسة طيلة السنوات الفارطة وإلى حدود اللحظة هذه التونسي كتحكي معاه في الشأن العام يقول لك رأينا وضعياتنا الاقتصادية والاجتماعية مزرية وكارثية المرفق العام في أسوأ حالاته المستوى المعيشي في أسوأ حالاته الاقتصاد منهار البلاد تعيش أزمة الأفق منسد هذين تونسي اللي بقى في تونس أما في تونسة اختاروا أنهم يهاجروا ويغادروا للبلاد بكل الطرق بكل الطرق اثنين يقول لك كرهنا السياسيين وفدينا من السياسة ومعاش تعلينا سياسة وكرهتونا في السياسة إلى غير ذلك الثلاثة يقول لك ثم أزمة تاع قيم فما أزمة انهيار قيمي وإخلاقي في البلاد نعيشه فيها اليوم الثلاثة نقاط هذوما تقريبا التونسة الكل يشتركوا فيها ويعبروا عليها كل واحد بطريقته وكل واحد بدرجة معينة من الحدة إذا كان التقييم يكون هكاية إذا كان الثلاثة محاور هذية يجمعوا حولها التونسة إذا كان هذا غير كافي لحديث على الدستور الجديد ما لاشنو يلزم نوصله باش نحكيه على الدستور جديد في بلادنا باشنو الحالة اللي يلزم توصلها للبلاد باش نحكيه على ضرورة تأسيس جديد وصياغة دستور جديد قطعا تونس في حاجة إلى دستور جديد وإلى تأسيس جديد وإلى المضي قدما في مسار 25 جويل وجدل كبير ويسح حول فصول هذا الدستور الجديد اللي اليوم ديفو علي انتم كمساندي مسار 25 جويل من التوطأ إلى بعض الفصول على غرار الفسط الخامس والحديث على مقاصد الإسلام إلى موقع رئيس الجمهورية اللي فم تخوفات من أن يكون النظام رئاسي وأكثر منه رئاسي إلى بوادر البناء القاعدي هذا الكل قاعد يطرح في أكثر من سؤال وتساؤل سي أمين طبعا الحال كنت نتناول دستور أول حاجة لا يمكن تناول أي دستور خارج على السياق التاريخي والحذاري نجموش نجيب دستور الولايات المتحدة مثلا نطرحوه على الشعب الفرنسا ما عندها حتى معنى نجموش نجيب دستور مستورد وحاضر جاهز نطرحوه على الشعب التونسي الدستور هو وليد سياق تاريخي وحذاري في بلادنا ويعبر على السياق هذائي ويعبر يزمو يطرح أفاق التطور والتقدم في البلاد هذه بالنسبة للدستور ولابد كل تكررها ونسكول تعرفها الدستور ما يتقراش بالفصل بالفصل الدستور يتقرأ في كلياته والتوطأ متاع الدستور تحط إطار عام التوطأ متاع دستور مشروع الدستور 2022 فيها حاجة مميزة جدا أنها توطأ جاءت وفية أشد الوفاء لشعارات ومطالب انتفاض التصام برجون فيه يعني تقريبا كيف تقرأ التوطأ متاع الدستور تحس روحك عايش في لحظة الانتفاضة من خلال شعاراتها بالشغل والحرية والكرامة الوطنية العدالة الاجتماعية التوازن بين الجهات إلى غير ذلك هذي ما طلبوه موسي ندي الرئيس قيس عيد من اللول أنه تكون يعني في دقاءاتهم السابقة وحتى قبل الانتخابات الرئاسية هذي اللي كان طلب يعني أنه تكون الدستور يدافع على هذه الفكرة فكرة الثورة بالكل شيء؟ هو الدستور يحمل فكرة الانتفاضة أو الثورة ما نعتقدش أنه فقط بطلب من أنصار الرئيس والأنصار 25 هذا ما صدحت به حناجر التوانسة طيلة عشر سنوات ولكن جاء الدستور 2014 في الأثناء 2014 لم يكن دستورا معبرا عن الانتفاضة بل بالعكس كان دستورا التفافيا صيغة على المقاس لحرف الانتفاضة عن أهدافها من أجل سياسة التمكين في الدولة لجماعة معينة هي حركة النهضة أو في أسوأ الحالات بالنسبة لها سياسة التوافق بينها هي وبين شريك آخر في التمكين من الدولة دستور طوط أمتع الدستور أمتع 2022 والدستور في إجماله وفي أغلى فصوله جاء لإعادة الأمور إلى نصابها ولإعادة تونس على سكة انتفاضة ديسمبر جنفي المجيدة فيما يخص الفصل الخامس مثلا اللي هو من أكثر الفصول اللي ترح شدل إلى اليوم دعاة اللي قل لك الإشكال هو في الفصل الخامس مش صحيح لأنه إذا كان نعمل قراءة موضوعية فيما يخص الفصل الخامس ونقرنه مثلا ب دستور 2014 اللي هو شنو يتناول الفصل يتناول علاقة الدين بالدولة جرس ومدو إجمالا هذك هي الحكاية متاع الفصل الخامس نشوفوا أنه في 2014 كان عنا الفصل الأول اللي يحكي على دين الدولة وهي صيغة غامضة وضبابية تجرم تحل البيبان إلى كل الاحتمالات وعنا الفصل السادس اللي يحكي على حماية المقدسات إلى غير ذلك اختزال هذو مزوز فصول والاختزال تناول مسألة علاقة الدين بالدولة في مستوى الفصل الخامس وخاصة بعد التعديل اللي ترق عليه اللي يقول في ظل نظام ديمقراطي ونزيده على ذلك يحكي على مقصد الحرية بالنسبة للي تقدم كبير في المسألة هذية اللي هي مسألة حضرية وثقفية ماش مسألة سياسية فقط علاقة الدين بالدولة تقدم كبير مقارنة بدستور 2014 في نقطة مقاصد الإسلام تنجم تكون زادة مكانية فتح البيب لبعض التأويلات وفي بعض القرارات اللي في علاقة بالدور الدين في الدولة مقاصد الإسلام هي جزء من الفصل الخامس الفصل الخامس أتاع على فكرة حسب رأي أنا حسب قرأتي أنا محوري هي سحب البساط من أي مجموعة أو حزب أو ملة على أنها تحكي باسم الدين وتحتكر الحديث باسم الدين وتحب تدخل التوانسة للإسلام وقالت علم التوانسة مقاصد الإسلام ذلك أصبح شأن الدولة وفي تقديري تقريبا جل دستير العالم فيها إشارات للدين ما عداية بعض الاستثناءات وفهم برشة من دول العالم وديما أنا نطرح النموذج بتاع الدول الإسكوندينفية تقف في دستيرها إشارات للكنيسة إشارات واضحة ولكنها تعيش في إطار دولة ديمقراطية تحمي الحريات تحمي الحقوق وعندها أصلا نزعة تاع الدمقراطية الاجتماعية في بعض الدول الإسكوندينفية لذلك التخوف في تقديري من أنه الفصل الخامس يكون بالصيغة هذيك تخوف في غير محله بل بالعكس الفصل الخامس في دستور 2022 متقدم جدا في تناول مسألة علاقة الدين بالدولة مقارنة بدستور 2014 والتخوف من أنه رئيس الجمهورية يكون عنده كل الصلط وبدون رقابة وبدون محاسبة وأنه رئيس الجمهورية ما عندهش يحاسبوا في هذا الدستور بالنسبة لمسألة كل الصلط هو في دستور 2022 ولا مشروع دستور 2022 ثم مصطلح أنه وظائف أصبحت وليست صلط وفما فكرة هي الكلمة يعني ما هيش هي اللي بش تغير الواقع يعني ثم إعادة السلطة للشعب أصلا دستور مشروع دستور 2022 ينطلق بنحن الشعب التمسي مش نحن نواب الشعب وفما فكرة أخرى هي مسألة سحب الوكالة من النائب اللي أنت فوضت وعطيته صوتك إذا كانوا ملتزمش بوعوده أو ببرنامجه الدستور متاع 2022 ولا مشروع دستور أن نعتبره النظام السياسي فيه هو نظام رئاسي شعبي شمعته رئاسي شعبي يعني صحيح ثم تكثيف لصلاحيات ولا اللي صلط عند رئاسة الجمهورية ولكن مسألة الرقابة الشعبية تم تعزيزها كما قلت لك من خلال دوز أحواج إسانسيال ما المسألة الأولى هي أنه سحب الوكالة المسألة الثانية هي إضافة غرفة ثانية تشريعية اللي هي المجلس الوطني للجهات والأقاليم الصيغة هذه متاع الدستور الرئاسي اللي فيه نظام سياسي رئاسي شعبي بالنسبة لي هي الصيغة الأنسب تاريخيا لبلادنا اللي أنه علاش لأنه نحب وننكره اليوم كيف نحكيه على مسار 25 جويدة وكيف نحكيه على تأسيس جديد القوة الرئيسية المؤسسة اليوم هي رئاس الجمهورية لأنه أكثر جهة شعبية الجهة الوحيدة المنتخبة في انتخابة 2019 بعدد كبير من التوانسة وبالتالي من الطبيعي أنه نحصل نوعا ما هذه القوة الرئيسية المؤسسة لكي لا ينهار مسار التأسيس الجديد دكتور يعني هذا في علاقة بالتأسيس الجديد دونك حصانة تعطى لرئيس الجمهورية بعدم محاسبته وحتى يمر إلى فترة أخرى ولكن هوني فما التخوف يعني مفهوم أنه يجب تكون فما الضمانات بش ما احنا شفناها في عديل الدول شفناها في بلادنا معتها كيفاش كان وقت اللي جاء يعني في النظام بن عليب 87 كيفاش مبعد تغيرت المعطيات لكل سي أميد هي ليست حسنة بمعنى عدم محاسبته محاسبته ممكنة سياسيا من خلال أنه ينتخب على أقصى تقدير لدورتين يعني عنا دورة من خمسة سنوات وتوانسي نجم يحاسبه رئيس الجمهورية إذا كان اعتبروا أنه أخل بيعوده أو بتعاهداته في ظل خمسة سنوات وعلى فكرة ما نحنش نشوفه يعني اليوم في العالم رؤساء جمهوريات يعزلون يومياً يعني هي مسلة ضمانات الضمانات موجودة في الدستور من خلال القضاء اللي نعتبر أنه تم تعزيز استقلالته مقارنة بدستور 2014 لأنه دستور كان المجلس الأعلى للقضاء فيه قائم على المحاصصة السياسية مش أكثر من خلال تعزيز السلطة التشريعية أصبح عنا سلطة تشريعية بغرفتين ومن خلال كما قلت مجلس الجهات والأقاليم والفكرة الرئيسية أنه السلطة كل السلطة للشعب في الدستور وأنه الدستور هذا يعيد ترتيب السلطات في البلد من أجل إنهاء مرحلة تفكيك الدولة ولكن ما يعنيش ذلك الموضي نحو التفرد والحكم أو الاستبداء سحب الوكالة هذه زادة الناس تقول فما يعني نائب ترشح وتقدم إلى مجلس النواب أو إلى مجلس الأقاليم والجهات وأعطاهم يعني فما مواطنين أعطاهم فوضو أعطاهم حسب الوكالة وعليش سحب الوكالة وعليش الخيار هذا حسب سحب الوكالة هي مسألة سحب الوكالة مسألة مرتبطة بتصور الديمقراطية المباشرة بمعنى أنه في أزمة الديمقراطية اليوم حتى عالميا الديمقراطية التمثيلية تعيش أزمة من خلال شنو من خلال نشوفه نسبة العزوف على الانتخابات في أغلب دول العالم من خلال الحركات الاحتجاجية الكبرى اللي تندلع في برشا دول من خلال أنك بمجرد استعمال وسائل التواصل الاجتماعي تجم تفضح وتعري انتهاكات أو أكاذيب الديمقراطية التمثيلية وبالتالي ثم خيار أنه الديمقراطية التمثيلية هذه تعزز بديمقراطية مباشرة يعني نحطه الديمقراطية التمثيلية تحت سلطة ديمقراطية مباشرة اللي تجي فيها في السياق هذا فكرة سحب الوكالة سحب الوكالة هي شكل من أشكال الديمقراطية المباشرة ونعتقد أنه الأزمة بتاع الديمقراطية التمثيلية على مستوى العالم لا يمكن تجاوزها إلا بتعزيزها وبوضعها تحت رقابة الديمقراطية المباشرة في السياق هذا تجي مسأل سحب الوكالة يعني هي آلية سحب الوكالة طبعا هي آلية متاع ديمقراطية مباشرة اللي هي تطبق على نواب المجلس والممثلين اللي بشيكونوا في مجالس الجهات والأقليم هكا يعني الزوز هدوما شنو بشيكون دورهم إذن الناس هدوما وبواتراش اللي فما الضغط بشيكون عليهم من سحب بهذي آلية سحب الوكالة طبعا الضغط هو ضغط مطلوب لأنه ما عمدو حتى معنا أنا أعطيتك صوتي على مدة خمسة سنين تعمل بها اللي تحب تعمل السياحة الحزبية وتخون السياحة الحزبية موجودة توفيد ممنوع تخون يعني تعهداتك لا تلتزم بها يعني صوتي أنا هذاك أمانة إذا كان ما التزمتش بالعقد اللي بيناتنا يعني أنا نتخبتك على أسس عقد إذا كان ما التزمتش بالعقد هذاك من حقي أنا نسحب منك الوكالة هذي كما قلت لك يعني إثراء للديمقراطية من خلال إدخال أليات تعدديمقراطية مباشرة على الديمقراطية التمثيلية مجلس أو مجلس الأقاليم والجهات شنو الإضافة اللي بشي قدمها وعليش تراوها اللي هي مهمة للغاية بش تكون فما سلطة تشريعية ذو غرفتين يعني لاليوم المجلس تعدديم الجهات والأقاليم يحرص في نص الدستور ومهمته الرئيسية هي منويل التنمية ومشاريع التنمية في الجهات والأقاليم لأنه كما كنا نحكي والساعة من أبرز مطالب الانتفاضة التونسية ومن أبرز شعاراتها هي التنمية والتشغيل والعدل الاجتماعية نحن جربنا عشر سنوات سلطة تشريعية على شكل البرلمان الأقديم وشفنا أنه من السهل اختطاف البرلمان هذك وشفنا من السهل أنه احتكاره وتوظيفه لصالح جهات معادية للتنمية الجهوية وللتوزيع العادل للثروات إضافة الغرفة الثانية التشريعية الثانية الممثلة في مجلس الجهات والأقاليم هو تحصين لمطالب الانتفاضة اللي قتلك الدستور هذي نلقاه صداها فيه تحصين لتلك المطالب وفتح إمكانيات أكبر أمام الشعب بيش يحقق مطالبه هذه من خلال أنه قانون الميزانية إذا كان ما فيه تنمية جهوية ما يمشيش من خلال إذا كان الحكومة حادت على المنوال التنمى واللي تم وضعه أو الاتفاق عليه يمكن مسألتها أو محاسبتها سيد أمينك شوو أنت قلت في البداية اللي من الدستور مناش موش نقراوه فاصلا فاصلا هو يجب نقراوه ككل كوحدة الدستور هذي المعروض على الاستفتاء يوم 25 جوليا والتوين سابش يجابوا عليه ويتنقلوا لمراكز الاقتراع بشي يقولوا هما نعم لهذا الدستور الجديد أو لا لهذا الدستور الجديد لو كين نجم نلخص فكرته فلسفته شنو تنجم تكون فلسفته العامة أنا نشوف أنه الدستور هذي كين حكي على فلسفته الدستور السيمة الرئيسية له هو الوفاء لشعارات ومطالب الانتفاضة ولدماء شهدائها والدنجاة مش مطلوب من أي جهة تقترح على أي شعب دستور أنه تسبق الزمن مئات سنة ولا تطرح دستور صالح لكل زمان وما كان ولا تطلح دستور تقول أنه صالح لثلاثين وربعين سنة واللي أنا ما نمنش أنه ما زال الثامن دستير في العالم تجم تكون صالح ثلاثين وربعين سنة الدستور هذي هو فيه جدا لمطالب الانتفاضة وشعاراتها ويحل الباب ويحل يحط يوضع أرضية ويرسم أفق لمواصلة النظال من أجل تحقيق تلك المطالب اللي هي أساسا الشغل والحرية والكرم يعني هو دستور نتاج لعشرة سنوات من الثورة أكثر منه دستور مؤسس للدولة النجم يكون راسخ لعشرات السنين والعقود مش دستور نتاج لعشرة سنوات من الثورة عشرة سنوات من الانتقال ديمقراطي يعني بعد 14 جنف واللي هو يعني ولد 17 ديسمبر في هذا أكثر من المفروض أنه بعد الانتفاضة مباشرة كان لعنا في تونس دستور شبيه للدستور هذا يعني هذا الدستور هو الأكثر وفاءا وقربا لتلك اللحظة اللي عاشها شعبنا العشرة سنوات التقال الديمقراطي هي عشرة سنوات التفاف على تلك المطالب وتوظيفها وتخويف التونس مر الإسلام في خطر مر الحدث في خطر مر الحقوق في خطر إلى غير تعرف اليوم شنو اللي في خطر سيدة منكشو هو الاقتصاد في خطر المالية التونسية في خطر الوضع الاقتصادي البلاد في خطر نشوفه يعني بالأرقام اليوم تونس مهدف في بعض في ارجاع ديون يعني هذا هو اليوم الخطر والعالم من كل اليوم بعد الأزمة اللي عايشينها بعد أزمة الكوفيد جد الحرب الروسية الأوكرينية اليوم كل الدول حتى الكبيرة والكبيرة منها اليوم تبحث في حلول هذي هي الخطر اليوم هذي كما قلت أنت أنه العالم كل يبحث على حلول ثم مخاطر اقتصادية موجودة في تونس وموجودة في بلايس أخرى من العالم موجودة في برشة دول حتى في الدول اللي نعتبرها متقدمة أو قوية وابتصاداتها قوية إلى غير ذلك الخطر الاقتصادي اللي حكيت عليه أنت في تونس ما عنده حتى علاقة بالدستور ولا بالأسفة بل بالعكس ثم محاولة لإهام التوانسة أنه هناك إمكانية حقيقية لحل مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية ولإنقاذ اقتصادهم بدون المرور بتغيير الجذري السياسي وهذه أكذوبة كبرى مفمش في تاريخ الشعوب شعب غير وضعيته الاقتصادية والاجتماعية جذرياً منيش نحكي على أصلاحات طفيفة تغيير جذري في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية ونجم نحكي وعليها شنو نجم يكون دستور حامل فكرة اجتماعية اقتصادية في عنوانه الأبرز وكن نجم وحنا لمقترح مقترح الدستور اللي قد مسادق بالعيد اللي كان طاغي عليها الجانب الاقتصادي مثلاً أنا ما نشوفش أنه المقترحة متاع العام التصادق بالعيد طاغي عليها الجانب الاقتصادي أكثر من مشروع الدستور متاع 2022 لأنه فما إشارات واضحة كنت نحكي لك عليها فيما يخص مثلاً مجلس الجيات والأقاليم فيما يخص العدلة الاجتماعية فيما يخص الجيبية فيما يخص دور الدولة في تشغيل الشباب إلى غير ذلك دستور ما يجمش يحكي بالتفصيل على منوال اقتصادي ولكن يحط أفق ويرمي سكة للمضيف فيها المطلوب اقتصادياً واجتماعياً في بلادنا راه مرتبط كما قلت لك بتغيير سياسي جذري لأنه من تهموش أنه اللي حكمه عشر سنين الفايتة اللي حكمه في الانتقال الديمقراطي قادرين أنه يمنحون تغيير اتصادي والاجتماعي يجب القطع مع تلك العشرية اثنين راه المطلوب راه أكثر من مجرد تخفيض في الأسعار أو تحسين المقر المطلوب تغيير جذري فيما يخص الانتاج والثروة والتوزيع الثروة الانتاج والثروة والتوزيع الثروة والحديث في هذا الدستور وحتى في يعني سردية مساني دي مسار خمسة وعشرين جولية يعني وكأنه رأس المال منبوذ وكأنه أصحاب المؤسسات وأصحاب رأس المال والمستثمين كبار يعني ما همش معنيين ما همش داخلين في هذا التغيير المطلوب ما فمش تركيز عليه أنا كيف نحكي على تغيير جذري في المنويل الاقتصادي والاجتماعي المنويل الاستثمار الأجنبي وأخضاع كل شيء لقانون السوق هذي اللي كنا عايشين فيه احنا نرفض أن نواصل أن نعيشه في النسق هذاك وفي التصاوي الاقتصادي هذاك نحن نطرح إعادة تغيير المنويل الاقتصادي والتنموي بإعادة نظر في عملية الانتاج واخضاع الانتاج إلى مصالح الشعب وإلى مطالبه واخضاع الانتاج والثروة إلى فكرة التقسيم العادل للثروة ما نخضعوش كل العملية الاقتصادية إلى منطق الربح وإلى اقتصاد السوق وهنا اللي يلقى روحه في المشروع الوطني هذا أن الانتاج يجب أن يكون خاضعا لمتطلبات الشعب والوطن وأن الثروات يجب أن توزع بصفة عادلة هو مرحب في المشروع الوطني وفي المسار المتال 25 جويلة وفي آفاقه وطبعا هذه المسار تبقى مسألة صراع دائم حتى في الدول اللي ساميوها ديمقراطيات عريقة وراسخة فما دي ما صراع اقتصادي ضد توجهات اجتماعية أو توجهات ليبرالية أو ليبرالية متطرفة اللي كان سائد في تونس هو في العشر سنة فارتة هي توجهات ليبرالية متطرفة بل أكثر من ذلك توجهات مافيوزية أكثر منها ليبرالية متطرفة نحن نطرحو جمهورية ديمقراطية اجتماعية بش نختم معاك واحنا في إتار يعني حاملة الاستفتاح سيد أمين لكشاول وكانت تتواجه للتوينسا واللي انتوما من يعني مناصري النعم شنو تنجم تقولهم للـ 25 جولي نقول للتوينسا أنه نهار 25 جولي 2021 كانت لحظة تاريخية في تاريخ بلالنا اليوم نجم ونقوله أن 25 جولي 2022 هي لحظة تتويج الجزء الأول من المسار لأنه ما زالت مسار إعادة تونس إلى شعبها متواصل هذين النقطة الأولى النقطة الثانية نحب نتوجه إلى فئة ما نعرفش اسكو هي تسمع فينا ولا لا هي الفئة اللي لقات روحها مسجد لتسجيل آلي يعني هي فئة الشباب اللي مشاركش قبل في حتى انتخابات اللي أعمارهم خلطة 300 تنش أثناء مؤخرا الفئة هذه نحب نقول لهم راهو تونس على أبواب أنها تخرج من عشرية خراب هذا أولا وتونس راي عاشت في مقبل عشريات متاء استبداد اليوم أنتم قدام فرصة باش تبنيو تونس جديدة بعد إغلاق قوسي الاستبداد والخراب فمتك تخلفوش على الاستفتاء وشاركو فيه شكرا لك سيد أمين كشاو ناشط سيسي مساند لمسار 25 جوي لكم نضيفنا اليوم في الماتي